أكد معالي سيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أن هيئة مكتب المجلس بحثت في اجتماعها عددا من المقترحات والتصورات التشراعية والرقابية حول آلية تنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقية والتي سيتم عرضها في الاجتماعات التنسيقية في الأيام المقبلة بين السلطة التشراعية والسلطة التنفيذية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه للتوافق بين السلطتين من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وبمشاركة ديوان الرقابة المالية والإدارية وأشار الملا خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أنه تقر تشكيل فريق عمل مساند للسلطة التشراعية خلال بحث موضوع تنظيم إعادة هيكلية الدعم إلى مستحقية من المستشارين القانونيين والاقتصاديين والباحثين المليين من الأمانة العامة لتقديم كافة التقارير والمعلومات والدراسات والإحصائيات والبيانات ذات العلاقة